ضمن خطتها الاستعدادية لإجراء الانتخابات التشريعية لبرلمان قليب كردستان السادسة بأشارة المفوضية المستقلة لانتخابات مكتب أربيل بافتتاحها 53 مركزاً انتخابياً للتحديث البطاقة البيومترية أو الحصول على بطاقة جديدة وإضافة مواليد العام 2006 للحصول على بطاقاتهم الانتخابية سنشكل إن شاء الله قريباً فرق جواله مهمتها تسجيل الناخبين من طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد وكذلك الدوائر الحكومية يعني في بعض الأحيان دائرة حكومية تطلب من عدنا أنهم عدهم عدد من الناخبين نحن نقوم مباشرة بإرسال فريق جوال لغرض تسجيل الناخبين وأيضاً القوات العسكرية من قوات البيشمرقة وقوات وزارة الداخلية في حكومة الأقليم ولأهمية انتخابات الأقليم أطلقت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنيب الأسخار تحاطة أن واصلت حد التحذير من تكرار التأجيلات المستمرة كونها لا تسهم باستقرار البلاد وتزعزع الثقة بين الأطراف الكردستانية فيما أكدت الأحزاب الكردية الرئيسية ومن السليمانية ضرورة إجرائها بعد التوافق على قانونها الانتخابي تدار عمل الانتخابات من قبل مفوضية انتخابات العراق وثم أيضاً بقانون القديم القانون رقم واحد لألف وتسعمية واثنين وتسعين المعدل فتطبق هذا القانون في إجراء انتخابات وفي هكذا حالة يجب أن يكون هناك تنسيق والتعاون بين رئاسة الإقليم مع مفوضية العلية المستقلة للانتخابات في بغداد لتحديد الموعد وتفاصيل أخرى إجرائية وبعد أن حدد رئيس الإقليم لجربان البارزاني الخامسة والعشرين من شهر شباط الحالي موعداً نهائياً لها إلا أن المفوضية العلية المستقلة الاتحادية أعلنت عن عدم إمكانيتها إجرائها فالعملية معقدة وتحتاج إلى وقت من التحضيرات الفنية والإدارية واللوجستية بشير الحسن قناة الفلوجة أربيل